اتصل بي احد الاشخاص من اصدقائي قال لي بصراحة اخبرني انت مع من مع فلان او فلان مع هؤلاء او مع هؤلاء قلت له انا مع الله ان شاء الله اسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني يعني في حزب الله لكن ليس حزب الله فقط بالكلام لا بد يكون بالعمل لا بد يكون بالاعتقاد لا بد يكون بأن تكون لله الغضب والرضا لله لا تنتقم لنفسك نحن ننكر الان على بعض الاشخاص وبعض الفرق الانتساب الى انسان غير معصوم نعم كيف تنتسب الى انسان غير معصوم فلان او علان لابد تنتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يظن باتباع عليه الصلاة والسلام how do you ascribe yourself and attribute yourself to a person who is not free from error rather a person should associate himself to the prophet صلى الله عليه وسلم because he was معصوم he's the one who was protected from errors بعض الاشخاص يعني يقول انا مع فلان هذا مخالف لطريقة السلف قل انا مع الله انا اسأل الله يجعلني من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا some people they say that i am with so and so and i am from the group of so and so and this is incorrect rather you should say that i am with allah and i am from the party of allah and that i separate that allah makes me from his people لهذا يعني ظل من ظل من الفرق الظالة عندما انتسبوا الى اشخاص and for this reason those groups who became deviated they became deviated because they associated themselves with individuals and personalities لماذا ندافع عن الامام احمد رحمه الله لماذا ندافع عن الامام مالك لماذا ندافع عن الامام مالك لا ندافع عن الامام لانه احمد او مالك لا والله ندافع عنهم لاننا طعن فيهم طعن في السنة لاننا ندافع عن السنة ولهذا تجد كبار الأئمة رحمهم الله لا يدافعون عن الاشخاص ولا يكثرون الدفاع عن الاشخاص من اجل انهم اشخاص هم يعلق الناس بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف and for this reason you'll find the greatest of scholars that they do not defend individuals because of that individual or that personality rather they are defending the quran and the sunnah and they want to attach and connect the people to the quran and the sunnah and the way of the salaf ويكثر هؤلاء العلماء من تدريس الناس السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيرة العلماء سيرة احمد وكذا بل يقول عندما يتكلم بكلام يسير عن سيرة الامام احمد يقول القدوة والميزان هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس احمد وليس مالك رحم الله جميع and you'll see from the greatest of scholars that the teaching of the seerah of the prophet صلى الله عليه وسلم is much greater than them mentioning the life of the life of Imam Ahmad or Imam Malik and they say that the scales and the model and the example we should follow is the quran and the sunnah